أن تلفزيون النهار انفرد بهذا العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة وهو إحالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفريق محمد مدين قائد جهاز الاستعلامات والأمن على التقاعد بالإضافة كذلك لأخبار مشابهة لهذا الخبر فيما يتعلق بالتحويلات الجديدة لبعض الوحدات من جهاز الأمن والاستعلامات إلى قيادة أركان الجيش يظهر على الشاشة وجهة جريدة النهار بوتفليقة سيد في قراراته حول الدياراس هذا العدد الصادر اليوم وما ميز ربما وما أخذ أبعدا أخرى ربما في أوساط عدة هو الصورة التي تظهر بجانب أو على هذه الواجهة طبعا هي لأول مرة تكون هذه الصورة على وسائل الإعلام قلت هذا ليس غريب على تلفزيون النهار لأنه انفردت كذلك بعديد الأخبار خصوصا أخر خبر لي يتعلق بي